السلام لبنات كديري لبساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أنه كان أربع علامات تدل على ضعف الخصوبة عند الرجل شنو هي هاد العلامات وكذلك كيفاش كيتم العلاج باش ما يتأخرش الحمل عندكم بطبيعة الحال هذا هو الفيديو ديال اليوم فحاولوا أنكم تخلوا لي واحد اللايك باش تعم الفائدة ويوصل هاد الفيديو لجميع السيدات وجميع الأزواج اللي كيعانيوا من صعوبة في الحمل والإنجاب كذلك إلا كنتي أول مرة كتزوري القناة تعجبك المحتوى خليلي واحد الاشتراك بالأحمر باش ديما توصلي بجديد القناة وكذلك باش تستفدي من جميع المواضع اللي كتتعلق بتأخر الحمل والإنجاب وبزاف ديال السيدات قالوا لي باش ندير مواضع كذلك كتتعلق بالرجل لأن الزوج كذلك كيتأخر في الحمل يعني مثله مثل الزوجة ممكن يكون عنده مشكل ممكن يكون عنده أشياء كتتأخر له الحمل فضروري باش تعم الفائدة وكذلك باش يتم عندكم الحمل بسرعة حاول تنقدم مثل هاد فيديوهات باش تستفدوا جميع إن شاء الله كيفما كان عرفوا بأنه يعاني الكثير من الرجال من مشكلات في الخصوبة لكتعني عدم القدرة على الإنجاب على الرغم من الانتظام في ممارسة العلاقة ولكن الأمر يبدو بلا حل أحيانا لدرجة تجعل العديد من الرجال حائرين في التصرف السليم إذا أهد المشكل وبطبيعة الحال يشير مصطلح الخصوبة إلى أنه القدرة الطبيعية على إنتاج الحيوانات المنوية في ظل وجود جهاز تناسلي سليم ما يؤدي لزيادة فرص حدود الحمل عند الزوجة وتكوين جنين سليم ومعافا كي إن هناك عدة علامات عند الرجل اللي كتدل على القدرة على الإنجاب وكذلك كتدل على قوة الخصوبة هذه العلامات هذه منها إنتاج حيوانات منوية سليمة في الخصيتين وكذلك الأداء السليم للغداء التناسلية التنوية إلى جانب انتقال السائل المنوي عبر قناة فالوب أو الأنابيب اللي كيكون بطبيعة الحال الأنابيب سليمة ما فيها التشيء انسداد هذا الأمر هذا كي يؤدي إلى حدود الحمل إن شاء الله من العلامات التي تدل على الخصوبة عند الرجل وهي التناسق في البناء الجسني والقدرة الجسدية والحالة النفسية الجيدة وتتم ترجمة ذلك في قوة الانتصاب وخروج كميات كبيرة من السائل وبطبعة الحال قوة الرغبة وعدم الشعور بالألم في الخصيتين أو انتفاخهما أو الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي المتكررة إضافة إلى القدرة على الشم بشكل طبيعي وعدم تدخم التدي وكثرة نمو الشعر على الوجه أو الأجزاء الأخرى من الجسم بينما يقصد بعدم الخصوبة الصعوبة التي تواجه الرجل في إنجاب الأطفال يرجع ذلك في كثير من الأحيان إلى انخفاض عدد الحيوانة المنوية لذا فقد ارتبطت خصوبة الرجل ارتباطا وثيقا بصحة وسلامة السائل المنوي المسؤولة عن عملية التلقيح الطبيعي وهي أيضا المسؤولة عن عملية التلقيح ومن المعروف أن الوضع الطبيعي هو احتواء السائل على ملايين من الحيوانات المنوية القادرة على التخصيب إلى قلة النسبة عن 5 ملايين فيصبح هناك ضعف في الحيوانات المنوية وبالتالي فإن هذا التراجع يؤدي إلى قلة فرصة حدوث الحمل عند الزوجة بطبيعة الحالي لكن الزوج ديالك عنده مشكل في السائل المنوي وخايكون الزوجة سليمة معندها تشي مشاكل الفحوصات عندها مزيان كل شي عندها مزيان الصحة ديالها الجسدية كل شي مزيان ولكن مع ذلك يتأخر الإنجاب لأن ضروري توفر هذه الشرطين لهو سلامة الزوج وسلامة الزوجة ما هي أسباب ضعف الخصوبة عند الرجل؟ غالبا ما يعاني نحو تلتاء الرجال مصابين بالعقم من مشكلات في الخصوبة نتيجة أسباب عديدة أهمها مشكلة الحيوانات المنوية لكتزيد فرص الإصابة بأمراض العقم وتأخر الإنجاب ومن هذه الأسباب انخفاض إنتاج الحيوانات المنوية أو أن الحيوانات المنوية لا تقوم بوظيفتها بشكل طبيعي أو أن هناك انسداد يعوق وصول السائل المنوي وتمت الكثير من الأعراض التي تشير إلى تراجع معدلات الخصوبة لدى الرجل ومنها عدم وجود حيوانات منوية سليمة وبالتالي ضروري يستشر الطبيب لأنه إلا كان هناك ضعف أو هناك مشكلة في الحركة وتشوهات فكيتم العلاج في حين أن إلا كان هناك تأخر في الذهاب إلى الطبيب ممكن يتفق من الأمر ويبقديم الحمل متأخر بالنسبة لعلاج ضعف الخصوبة عند الرجل إذا كان الرجل يعاني من العقم وعدم الخصوبة فضروري أنه يتوجه إلى الطبيب المختص بالخصوبة لكي يجري عادة عملية تشخيص قصيرة تشمل محادثة الأولية وتوجيه الرجل إلى الخضوع لفحص الحيوانات المنوية أو إلى خصائي المسالك طبيعة الحال إلا كان الزوج عنده مشاكل في المسالك البولية فالتهوة خاصة ضروري يتعالج ويأخذ العلاج المناسب عادة ما يعتمد العلاج على نوع المشكلة التي يتم تشخيصها فإذا ما تم اكتشاف مشكلة معينة فيمكن حلها إما بواسطة الأدوية أو بواسطة الجراحة أما مشكلة التلوث فيتمتل حلها بالعلاج الدوائي وبالنسبة لمشكلات متعلقة بالحالة النفسية أو التوتر النفسي فالتهوة خاصة ضروري العلاج عند أخصائي في العلاج النفسي بطبيعة الحال باش ما يتفاقمش المشكلة ويأدي هذا الأمر لمشاكل في الخصوبة عند الرجل في حالة عدم وصول الحيوانات المنوية من الخصية إلى العدو التناسل الدكري نتيجة لإنسداد ما فإنه يمكن استخراج الحيوانات المنوية السليمة من نسيج الخصيتين وذلك بواسطة إجراء بسيط يتم في غرفة العمليات الجراحية واستعمالها لإخصاب المرأة عن طريق الإخصاب خارج الجسد من ضمن الأمور كذلك اللي ممكن تؤثر على خصوبة الرجال وهي الوجبات الجاهزة بطبيعة الحال 15 إلى 20% من الأزواج الذين يتناولون الوجبات الجاهزة ويحاولون الحمل سيواجهون مشاكل عدة وأحيانا العقم فعادة ما يكون السبب في أن عامل الإخصاب قد يؤدي إلى العقم عند النساء ما نسبته 40% في حين عند الدكور من 30 إلى 40% وبطبيعة الحال تغذية كتلعب دور كبير فانخفاض عدد الحيوانات المنوية إلى كانت تغذية سيئة ويعني جودة الأكل كانت غير صحية بطبيعة الحال ضروري خاصة يكون الأكل ديال الزوج يكون صحي تعتمد الزوجة على إعطاء الزوج ديالها الكثير من المقويات المختلفة في الأطعمة بطبيعة الحال مكثارات كتلعب دور كبير كذلك العسل الطبيعي رائع جدا لزيادة ومنع تشوهات السائل المنوي العسل الطبيعي مع الحب السوداء والمكسرات علاج ممتاز لمشاكل العقم عند الرجل وكذلك كين عدة وصفات أخرى لكتساهم في أنها تقضيح لهذه المشكلة رداءة جودة السائل وبالتالي تعطي فرص تأوفر لحدود الحمل بسرعة أيضا دوالي الخسيتين تعد دوالي الخسيتين أحد أسباب العقم عند الرجال والأكثر شيوعا بطبيعة الحال وذلك لعدم القدرة على تنظيم الحرارة بشكل طبيعي في الخسية ويؤدي إلى إنخفاض جودة الحيوانات المنوية العدوى البكتيريا من أسباب ضعف الخصوبة عند الرجال أيضا انتقال أي عدوى بكتيريا هذا الأمر كيسبب التهاب الخسيتين أو بعض حالة العدوى المنقولة بطبيعة الحال بما في ذلك أمراض السيلان أو فيروس نقص المناعة بطبيعة الحال هناك أمراض مناعية أو أمراض جهاز المناعة ممكن تسبب عدم تعرف الجهاز المناعي على الحيوانات المنوية وتحديدها كجسم غريب يجب تدميره فضلا عن الأورام السرطانية وغيرها من الأمراض الخبيثة بطبيعة الحال كان هناك أسباب وراثية مثل وجود خلال كروموزومي متلازمة يعني كان واحد المتلازمة كتأدي إلى ضعف الخصوبة عند الرجال بطبيعة الحال تناول بعض الأدوية يعني بعض الأنواع من الأدوية كيأدي بالدور دياله إلى ضعف إنتاج الحيوانات المنوية وممكن تأثر بالسلب على الخصوبة عند الرجال بعض الأدوية المضادة للفطريات والمضادات الحيوية وبعض أدوية القرحة والعلاج الكيميائي ممكن بالدور ديالها تأدي إلى مشاكل في الخصوبة هناك عدة أشياء عوامل بيئية ممكن تسبب في هذه الأمور بطبيعة الحال كين عندت أسباب لضعف الخصوبة عند الرجل خاص ضروري تعرف عليها من خلال هات الفيديو حاولت أنني نقرب الصورة ونقربكم من مجموعة من المعلومات باش تعمل فائدة إن شاء الله كانت مننا هات الفيديوينة لإعجاب ديالكم إذا عجبكم بطبيعة الحال كيف العادة حاولوا تخليوا لي واحد اللايك باش نعرف بأنني وصلت لكم المعلومة بشكل صحيح وكذلك باش نعرف مدى إعجابكم بالفيديو إن شاء الله بطبيعة الحال إذا عندكم أي استفسار على أي سؤال أنا راه للإشارة خليوه لي في تعليق أسفل فيديو ديما كان بغي نشكركم على الدعم ديالكم وعلى اللايكاس ديالكم وعلى الحب ديالكم لهذا القناة شكرا على الدعم ديالكم